عربي ألماني بودكاست لكل شخص بحب اللغة العربية والألمانية مرحبا أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من عربي ألماني أنا عامر واليوم حلقتنا فيها كتير طفولة فيها كتير براءة فيها كم كبير من المشاعر الحلوة واللطيفة ولكن فيها كمان كتير من التعب فيها كتير من الضغط فيها كتير من الصعوبات والمشاكل اللي بتصير مثل ما بيقولوا وراء الكواليس واللي الناس ما بتشوفها فيها ناس بيشتغلوا كرمال الفرح اللي بيرسموه على وجوه الأطفال مو كرمال ياخدوا مصاري فيها ناس بيشتغلوا لأنه بيشوفوا أنه هذا الشيء اللي عم يعملوه شي فيه كتير من الحب وفيه كتير من الفرح واليوم ضيفي هو مؤسس وصاحب فكرة ومدير كمان قناة كرزا وكنز يعني هاي شغلة كتير مهمة مو كرزا وإنما كرزا مرحبا وهلا وسهلا فيك وبي أهلا وسهلا أهلا وسهلا عامر ياميت أهلا وسهلا شكرا لأستضافتي وشكرا للكم أهلا وسهلا فيك وبي مشان بس يعني الناس اللي شافت دائما قناة كرزا وما بتعرف بتعرف بس الشخصيات تبعات قناة كرزا اللطيفة ولكن ما بتعرف مين هذا الشخص اللي أسس القناة وطلع فيها وقام وساوا هالأصص هاي كلياتها بلمحة بسيطة تخيل معي أنت موجود بحفل شواء وبيجي شخصنا عندك وبيحب يتعرف عليك فكيف بتحرف عن حالك شخصيا عمليا واجتماعيا؟ والله السؤال بيغري شخصنا على الحامل طيب هلا شو اسمه يعني عادة أنا بيعرف عن حالي أنه وبي سكر مؤسس قناة كرزا سمعان فيها شي بيغري بحاول استبق أنه من باب أنه ما بحاول أنه من نوع من الفشور عنه مؤسس قناة كرزا ودريش وكذا لا بس أنه يعني إنه شاء الله كنا سمعان يا حبا كتير من الأحيان فوق الـ 75% كرزا يا زلمي الأولادي ما بكن نأسهم قدامه يعني حكي من هذا الحكي وكتير حكي إيجابي في ناس آه لا مو سمعان فيها والله دلني عليها حلوة شكلة مدريش وكذا وفي ناس بيهتموا بيورجيوك اهتمام أنه ايه وعطيني اللينك وبيمسكوا موبايله أو بيعمل سبسكرايب قدامك يعني مجرد ما بتشرح له شوي صغيرة عنها وفي ناس أنه آه ضيما عشي طناة طفل يعني ما بيحاول يعطيك فرصة أنه يتعرف عليك بيفترض بشكل عام أنك أنت بتشبه أي واحدة من قنوات الأطفال الأخرى اللي موجودة على الساحة ومع الاحترام وحفظ الألقاء بالجميع يعني بس ما في حدا بشبهه تاني يعني فأنا دائما بحاول دغري يعني البونش بوينت سبعاتي لأنه بيسموه الـ elevator pitch بالبزنس شايف زلم أنت معه بالأسنصير 30 ثانية وبدك تحكي بـ 30 ثانية تعرف عن المشروع كله وهي فرصتك الوحيدة بالحياة شو بتحكي فهي الـ elevator pitch يعني أنه من هال المبدأ أنه طال الأطفال بجودة عالية المحتوى تبعنا بالفصحة الهدف تبعنا هو الطفولة والبراءة وعندنا فريقنا الخبراء نشتغل بسبع بلاد والأهم من هذا الحكي كله أنه نحن معيارنا الأساسي هو فائدة الطفل وليس يعني هو موضوع هذا المشروع كله ينطبق ضمن إطار بيسموه الـ social impact projects اللي هي تتعلق بتأثير الاجتماعي وهذا التأثير يمتد على أجيال يعني بجوز حتى نحن هلأ عم نشوف تأثيره مباشرة والحمد لله مع السوشال ميديا كتير أسهل يعني فأنت كأبي أبي يعني كيف أنت تعرف قديش عمرك شو صفتك الاجتماعية شو بتعمل بالحياة بتشتغل بس بقناة كرزة عندك شغل تاني وين بتعيش هالشغلات هاي كلها ممكن يكون كمان شغلة مهمة للمستمعين والمشاهدين ممكن جدا ما في مشكلة أبدا هلأ هو أنا دائما أنا بعتبر حالي جزء من كرزة فشخصيا تماهيت ودبت بكرزة فدائما بيغيب عن حالي يعني أنت بتذكرتني وكتير عالم بيضلوا بيذكروني أنه أنت ما عم يجيب سيرة مين أنت أنت عم يجيب سيرة مين مشروعك أو شو هو أنا بعتبر حالي محظوظ أنه مخضرم يعني أنا عاصرت الأنالوج وعاصرت الديجيتال أنا برجع شوي لورا فمن وقت كان عم بي 17 سنة ترددت على مركز زهرة الإنتاج فني اللي هو نفسه المركزي بدبلج معظم الأسلام كرتونات جديدة ضرفت صحبة مع طارق طرقان ورشا رزق وإبراهيم سليماني يعني ناس من كبار صناع المحتوى للأطفال وأنا بنص أول نص سنة من خلال عملي بمركز زهرة وبالصوت اكتشفت أنه هذا المجال بلشت راسل جامعات بأمريكا بلشت ترسل وبلشت أدرس مواد نظرية بالصوت وسجلت كورسات أونلاين ومدرش وكذا وعم أطح هالسنتين تبع المعهد وعم بيشتغل بسبيستون لحد ما بعدين ترسلت مع لوس أنجلس ركورنينج سكول بلوس أنجلس هي مقرب بهوليوود على سنسل هذا شارع كله معروف كله فيديوهات وطلعت ودرست سنة 2007 بعد سنتين من رجعتي أنا رجعت آخر سنة 2005 وبعدين جطاها أجا سنة 2009 وأول ابن لألي وبعدين وهون بعدين أنتو رحت وبعدين طلعتوا بعدين من سوريا 2012 طلعنا من سوريا رحنا ع تركيا كانت لين حاملة مرتلين حاملة بميس واجت ميس في إسطنبول وبعدين طلعنا أميركا وبأميركا صار عندنا براهين فطلعنا 2014 يعني أساسي وخلفتي بالصور صار لي 20 سنة أكتر يعني تقريبا أكتر من 20 سنة وشوي بهذا المجال أعتبر من الناس اللي اللهم بصمي الحمد لله بهذا المجال لما اشتغلت في سبيستون مئات الحلقات تعملنا ومئات الأغاني ولوف الإعلانات والبروموشنز والشغلة يعني خبرة تراكمية كتير كبيرة خلينا هلأ نروح بعد ما عرفنا مين هو أبي خلينا نعرف هلأ كيف نشأت فكرة كرزا يعني أنت وقت أشيت على أميركا ما كانت الخطة الأساسية أنه أنت هتجوا على أميركا طلعوا من تركيا على أميركا كنمال تعملوا قناة كرزا وإنما كان في شي تاني فكيف أو وين نشأت أو ليش أو مين اللي عطاك الفكرة أنه تنشئ قناة كرزا تمام والله هو سؤال كتير مهم هذا يعني الفكرة هي جينا على أميركا وجينا على مدينة فلينت بولاية مشيقن أول جيته الواحد دائما وهيك بلد جديد وعائلة وكذا بحاجة لدعم فقلنا لحالنا منعود بفلينت شوي لبينما راسلي كم استوديو بلوس أنجلس أنا محسة بالستوديوهات رح تأتي الحالة على أن يروح أرجع أشتغل معه مع أنه صار في فترة التطاع من وقت تخرجي يعني من 2005 عم تحكي لأرجعنا لأميركا صارت 2014 يعني شي 8 سنين تقريبا 9 سنين هيك شي فما كان بهالسهولة يعني بتقدم بتراسل طب شو خبرتك العملية بتقول لهم سبايستون وقناة الرسالة واشتغلت مع عمر خالد واشتغلت مع مدرمين واشتغلت مع عمري شو وكذا وعندي هالخبرة وكذا بتطلعوا عليك أنه أوكي يعني نفس القصة مرتين يعني درسة طبس اجت هون يعني كل دراستها لا تعني شي إذا ما عاد اللي تشاهدتها فأنه أوكي اتصار لك زمان متخرج بس وين خبرتك العملية وين استوديوهات الأميركية فبداك تبلش يعني بدك تبلش ما بدي قولنا من الصفر متخرج ما بدي يشغلوني بالصوت ومبطل اشتغل بالصوت يعني مو على كيف فأوكي ما عندي مشكلة بأعمل مشروعي يعني فأنت هون رحت اشتغلت شي تاني طيب أوباي طبعا أكيد موقت وصلت إلى أميركا واشتغلت يعني كان مرأت شوية صعوبات مادية يعني واشتغلت تير شغلات يعني أول شي كان بيشتغل على الأكسل بمختبر طبي بيجو الشغلات بيكتبون ضليت بهذا المختبر لحد ما يعني أثبتت حالي وصرت أنا مديره لهذا المختبر فبشكل إداري يعني صار عندي خبرة إدارية جيدة ففتت أكتر بالإدارة وصرت تفوت بإدارة مشاريع فشركتي اللي أسست أوديو بلاس بأميركا صارت هي شركة مو بس شركة إنتاج صوتي صارت إدارة مشاريع إنتاجية إعلامية وبعدين أسسنا SS Productions اللي هي الشركة المالكة لكرزا فتنا أكتر بكل شي إعلامي مو بس صوت يعني الأوديو بلاس كانت شركة صوتية وصوت وموسيقى ومعظم شغلة خدمي يعني أنت شغلك إذا ما أجاك تزبون وقال لك عندي صورة حط لي صوت لألها أو عندي إعلام بدي أعمل وعمل لي صوت لألها فأنت بتعود بلا شغل لأنه أنت يعني سيرفوس هي تعتبر شي خدر نعم SS Productions لا فكرنا بشكل غير أنه أنا الحمد لله صار عندي أشغالي مو بس شغلي صارت عمشتغل بكذا عيادة طبية وعمشتغل بمختبر طبي وعمشتغل يعني بكذا شغلة من وقتها صار عندي مدخول جيد أنه أنا يرتاح بالك شوية صغيرة أنه أوكي خلينا نصفون ونفكي وفي واحد قصة كتير كانت يمكن من أكبر الدوافع اللي خلتني فكر بتأسيس قناة كارزة ما كانت دافع المباشر بس هي مثل بزرة هيك نحطت براسي رقيت بي زلمي كبير بالعمر سبتين سنة يمرو هيك بشو تخصصاك بأنه ومشفر بتشتغل تقول لأ عمو أنا بشتغل بهندسة الصوت طالعا شوية يفتح لو اشتغلت بسكير وأنه لغة عربية فصحة وكذا فجأة تغيرت معالم وشتغلت حسيتو حيبكي شوي تقول له خير عمو شوفي اللي شوفي يا أبني اللغة العربية الفصحة ركز عليها كتير حتى مون الفصحة العربي ركز على أولادك اللي نحنا أجينا ع هالبلاد مبهورين خجلنا بلغتنا حاولنا نورجي حالنا أميركان أكتر من الأميركان ملكي أكتر من الملك آخر شي بعد كل هالسنين لا تقبلونا أولادي طلعوا ما بيعرفوا بالمغترة بيتمسك وبهويتون هاي البزرة اللي كنت عم بحكي عنا اللي ساعدت بتأسيس قناة كرزا أنه نحنا وين نحن أوكي شو آخر مطاصنا أولادنا بس نحنا شتون تعلمنا عربي كل هالأفكار كلها ياتها مع بعضها وزائد نقاشات كتير بيني وبين لين هي مو بس مرتي هي شركة حياتي كزوجة بس هي كما شركتي بالمشروع يعني لين لو لها كان ما طلعنا بكل مشروع كرزا وشكر كتير كبير لألا يعني هي أصلا تكلمة كرزا وتسميتها والهوية والأنه كرزا وتوتا ومشمش وفواكي وكذا كلها هي فكرتها إلا يعني الأفكار البراندينج وهذه الشغلات يعني هي بالأصد رسامة هي أكتر من كونة طبيبة هي يعرف عن حالة كرزامة نحنا نضمن ظروفنا الحمد لله رب العالمين على كل حال تشخصت بنتي ميس بالتوحد بموقت ما صار عمرة ثلاثة سنين ونص كان يعني أنه صار معها هي يعني تم اكتشاف أنه هي عندها شو اسمه Autism Spectrum Disorder اللي هو هذا طيف التوحد وطلع كمان أنه نحنا أنا بهالأفكار يعني بلست حضر وفكر وكذا اتشفنا أنه هي ما عم تحكي وما عم تتواصل بصرية مثل أي حدا عنده التوحد ولكن شغف الموسيقى وأنت بتسمعها غنية بتحفظها حتى لو بالعربي إذا بنته واحد وعنده مشاكل بالنطق عم تقدر تحفظ الأغاني هاي وتحبهم معنات هذا مشروع يستحق تكمل فيه حتى رح يلاقي إعجاب وقبو وكان في شوية محاولات وتجارب عام لنا ونورجي لعالم وشو رأيكم ويرجعون لنا وكذا وهيكي وعملنا حملة تمويل جماعي كراودفندي وأنا عم فكر بالفكرة الخبرة بمختلف المجالات طيب بعد ما أنت قلت هلا أنت كمان حاولت أنك تجيب تبرعات عن طريق موقع الدعم وبلشت كانت الفكرة هي فكرة قناة يوتيوب مو فكرة قناة تلفزيون طيب شو السبب أنه ما قلت أنتو أوكين نحن نعمل قناة تلفزيون سؤال كتير مهم اليوتيوب أولا لأنه نحن أولا هي من ضمن السباب اللي أسسنا قناة كرزا هي لأنه بدنا تكون قناة يوتيوب ليش قناة يوتيوب الأولاد ما عم يتكنسوا عن اليوتيوب الأولاد عم يشوفوا النورسيري سونجز الأجنبية وعم ينبهروا فيها وطول وقته هيك طيب أوكي نحن شو عنا مقابل بالعربي نحن بدنا نسد هذه الصغرة هي أول قصة ثاني قصة إذا أنت بدك توصل لمحتوى يوصل بشكل عالمي لكل العالم واللغة العربية الفصحة هي لغة عالمية وبأي حدا يتحدث لغة العربية الفصحة أو بده يتحدث بأي مكان بالعالم أحسن شي تستغل من نصة مثل اليوتيوب هي يصلها مليارات البشر لأنه إذا بدك تطلع على مثلا محطة فضائية اللي نقول بقمر صناعي عم يبس مثلا نايلسات لمنطقة مثلا شرق الأوسط وشمال أفريقا ومن هذا الحق طيب أوكي تحدث حالك بهذا الجمهور زائد الكلفة العالية يعني أنت الاستئجار قمر صناعي يعني تحكي من خمسة آلاف دولار لعشرة آلاف دولار بالشهر هذا بس أجورات حجز تردد طيب وبي نحن نعرف أنه أي شخص على اليوتيوب كقناة يعني بغض النظر شو القناة أهم شغلة أهم شغلة باليوتيوب هي الاستمرارية وأنه الواحد يستمر بإنشاء محتوى على هوا المحتوى ولكن تختلف تختلف الصعوبات بإنشاء المحتوى ممكن يكون المحتوى مثل ناس يعني نحن أنا ما بنذكر أشخاص أنه يصور حاله ويصور مرته وعيلته وشو عم يعملوا وشو عم يأكلوا وبيجيبوا بعد ما ينزل الفيديو عشر ملايين مشاهدة مع أنه المحتوى ما فيه أي إضافة ما فيه أي شي فيه فائدة عملية وإنما كله ياته محتوى للتسلية فقط تمام والجهد والجهد ممكن يكون ما فيه جهد يعني جهد جهد بسيط جدا ولي هو بس أنه الواحد يعمل المونتاج للفيديوهات شو الفرق بين هذا الشخص والفرق بين كرازا كرازا نحن الفيديو الواحد بيعود ما بين كتابة الكلمات وتحضير حتى قبل كتابة الكلمات تحضير الأفكار لأنه نحن نعمل على شبه منهاج يعني شو عنا التوفيكس والمواضيع اللي نحكي فيها الابتداء من كيف نجمع المادة العلمية لنكتبها كلمات لنحولها لغنية لنبعتها لل للستوري بورد بعدين للأنيميشن للرندر للمونتاج للفاينل وطبعا تسجيل الصوت والموسيقى وهذا الحكي كله أنت عم تحكي أحيانا شهرين أحيانا تلت شهر على الغنية يعني هلأ نحن نستعجل نعمل الغنية بالشهر الغنية بس فيه قبل شغل تحضير وكم شغل يكون عم يشتغل فيها الغنية فريق فريق كمية اللي عم تحكي يعني أقل الشي 17 شخص لأنه أنت بآخر النهار الأنيميشن عملية مكلفة جدا هو أكتر شي بيأخذ وقت وبيكلف الأنيميشن بس حتى السونج رايتين وحتى التسجيل والكتابة والكذا يعني بنحاول نحن في مصطلح بالشام بيقولوه مطرز الفن فأنه يعني حتى كتير عالم أنه قال لك يا زلمة مرؤوة ما في يعني إحنا أنا ما بليقى على أولادي يشوفوا شي غير من أحسنه وولاد العالم يستحقوا أنه يشوفوا شي جيد وممتاز ووجودته عالي يستحقوا هذولولاد وهذا المشروع من المشاريع اللي قد ما شوف حتى السمارة الآنية هلأ بس من مبدأ يعني أنت عم تزرع بزرع يعني بيجوز حتى بعد 100 و200 سنة أنا حتى بيعتبره يعني فيه خلفية أنه أنت بيكون لك بغض النظر هل هي الدينية أو هي أنه تأسس شي لخدمة المجتمعات أو الأجيال بس أنت عم تأدي واجب يعني أنا عندي قناعة أنه أنت لازم يكون عندك شي عم تقدمه بالحياة لغيرك غير أنك تعيش تأكل وتشرب وتنام وتروح مع أولادك طيب وفيه شغلة كثير كثير مهمة يعني اللي أنت ذكرته هذا كل اللي أنت ذكرته مهم ولكن أنت برأيك برأيك أنت أنه شخص يعني شخص يتعب بالفيديو اللي عم يعمله لمدة خلينا نقول خمس لعشر ساعات يعني بأقصح بين تصوير وبين وبين مونتاج وشخص ثاني ولحاله لحاله يعني هو وشخص ثاني عم يصور الفيديو عم يشتغل على الفكرة عم يشتغل على الفكرة مع أكتر من عشر أشخاص مع تقريبا عشرين شخص عم ياخد وقت تقريبا لمدة ثلاثة شهور وبعدين بالأخير إذا بتشوف بتروح وتشوف عدد المشاهدات بتلاقي أنه هذا اللي ما أخذ تصويره عشر ساعات وشغل عشر ساعات وما فيه هالشغل كتير ضخم وهائل أخذ ملايين المشاهدات وهذا الشغل اللي يشتغل عليه أكتر من عشرين شخص بحب وتعادة ووفاء وبدون يطرزوا الفن مثل ما تفضلت وقلت ما بيجيب نص المشاهدات أو ينكر ربع للمشاهدات شو السبب بهذا الشي هو في كتير أسباب وأنا بصراحة كتير هذا الموضوع كان شغلي الشاغل وما زال وحتى استشرت خبراء تسويق وحكيت مع ناس من جوجل نفسها هي الشركة الأم تبع يوتيوب حكيت خصوصي جلسة استشارية خاصة مع حدا مسؤول تسويق في جوجل الجوجل هي منصة تعتمد على الكام هي خوارزمية هي لغات عبارة عن خوارزمية كلما زاد محتوى كلما كان بالخوارزمية أنت بتصير بتظهر أكتر كلمات المفتاحية بيدفجك أكتر بيقترح المحتوى تبعك أكتر وكلما عملت محتوى أكتر كلما زاد فرصك أنك أنت حتى هذول اللي صار عنده ملايين المشاهدات ما بلشوا بيوم الليلة عنده ملايين مشاهدات بس كل يوم بيعملوا فيديو كل يوم بيعملوا فيديو هذا الشي بتحبوا منصة اليوتيوب هاي الخوارزمية في عندنا قصة تانية الناس بتحب الترفيه كتار والناس فضولية يعني هذا طبع بشري بتحب بتتابع أخبار العالم وشو صار معهم وبيحبوا يلطوا يعجنوا العالم حتى لو ما كان عم يتشرك اليوم قصصوا فلقنا دريت شو صار مع فلان الشخصية المشهورة الفلانية وشاهك حتى مجلات الفنانين وأخبارهم طيب أبي نحن هلا عرفنا كتير شغلات عن أبي وعن قناة كرزا وهلا هلا شو خطة قناة كرزا أو بالأحرى شو الصعوبات اللي تواجهها قناة كرزا حاليا وشو الشي اللي بتتمنوا انتوا ك يعني صناع قناة كرزا للمستقبل أحد أكبر الصعوبات هي الوصول بسبب الخوارزمية وبسبب يبدو العالم الاهتمام بالفصحة وبالحب العامي أكتر وبالحب أغاني التقطاء أكتر بدنا وصول أكتر يعني نحن اللي عم يشوفونا وحبونا دلوا علينا العالم ما زال عنا كتير عالم السموسم عانين فينا وهذا الشي واضح يعني حلاوة الديجتال والمنصات الرقمية أنه في حصاءات في أرقام بتساعدك فأنت فيك بيبين معك أنه والله أنا كل يوم عم يمرء في ناس مشتركين اجداد عم يعملوا سبسكرايب كل يوم كل يوم كل يوم تالي أنت دائما في ناس اجداد عم يستلوا عليك ولكن ما زلنا أقل بكتير من القنوات اللي عندها ملايين ومليارات المشاهدات واللي نحن إذا بدك تحسبها كمعادلة أنت ما ما في شي بنقص أنت تكون مثلهم غير أنه يدرو فيك ناس أكتار وجهود تسويقية أكتار هذا الشي اللي بتقدر تسيطر عليه اللي ما بتقدر تسيطر عليه أنك تكسف إنتاجك أكتار لأنه 3D ما بشي حاله يعني الرسم الرسوم متحركة بيأخذ وقت وبيطول زائد مكلف وعم نشتغل وثق الإمكان ممكن لقدام مثلا يتحسن يعني عم يتحسن وضوعنا متحسن شوي تدخل اللي عم يتحسن من القناة ما زال أقل من اللي عم نصرفه بين قوسين يعني ما زالنا عم نحط من جيوبنا كل المؤسسين مشروع بس الفكرة أنه نحن الصعوبات نحن كمان عندنا صعوبات لوجستية فرق توقيت وعود وفق بين العالم وأوقاتهم وكل آياتهم عندهم أشغال ثاني ما في حدا فيك أنت تفرغوا بس لكرزة لأنه لسه القناة ما جابت وكلها بأنه تقدر ما سادع عنده عيل كله عنده نعيار يعيشوا منه وياكلوا وشربوا منه فأنت مثل حكايتي مثل حكايتي أي حدا تاني ما هلو الشغل الأساسي ومع ذلك يعني وبشهادة أحد المستشارين الماليين اللي استشرتوا خصوصي بالقناة وعملوا لنا دراسات وكذا أنه كتر خير رب العالمين هذا هي من علامات التوفيق أنه أنتو الشيء اللي وصلتوله بفريق غير متفرغ عم يشتغل شو اسمه يعني المتفرغين هنا بس جماعة الأنيميشة بصراحة لأنه نعم نتفعله أنه نحنا أجور يشتغلون متفرغين عم يشتغلون عشرات معشر ساعات ثمان ساعات حسب كل واحد ووقته بس عدا عن ذلك كل الباقين هنا فريق غير متفرغ بالمجمل أغلبه متطوع مع مئبض مصاري وعنده أشغاله الثانية وعائلاته وبالتالي يعني بالأصل مخه يعني يعني شو لا يرجع يفضى مخه لا يفضى لك يعني هي فأعتبر أنجزنا منيح يعني نحنا صار عنا فوق الستين فيديو على قناة ناس مستمرين مكملين عم نتحدى هاي التحديات والصعوبات وعم نكمل يعني إلا ما نصر إن شاء الله إن شاء الله يا رب إن شاء الله بتمنى لكم كل يعني توفيق والنجاح لأنه أنا وأنا وأبني يعني من مشاهدي يكون متابعي يكون وبتمنى يعني أبني يكبر مع قناة كرزا يعني أبني لسه عمره ثلاثة شهور فممكن يعني فيه إمكانية أنه يتعلم عن طريق القناة كمان كتير اللغة العربية باعتبار أني أنا كمان من سكان ألمانيا ولكن خليني يسألك سؤال تاني بحيث أنه أنت توضح للناس يعني توضح لهم بالأرقام بشان حتى تصير الشغلة أسهل أنت برأيك شو تحتاج قناة كرزا حتى تقدر قناة كرزا كل أسبوع تعمل فيديو جديد عم تحكي أنت أقل شي كل أسبوع كل أسبوع كل أسبوع خلينا ما بضرورة يكون غنية ممكن يكون لأنه أنا مبارح عن طريق الإنستغرام سألت الجمهور وقلت لهم يعني شو بتتمنوا فأغلب الناس سألت إنت ممكن أن يعملوا برنامج 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 تلفزيوني بتخيل أنت تعرفوا هذا الشي يعني فهي أكتر طلب كان موجود فخلينا نقول أنه برنامج لمسلسل ما بزاع أسبوعيا طبعا مع الحلقات بحيث أنه أنتوا كل أسبوع تنزلوا حلقة شو اللي بتحتاجوا قناة كرزا عم تبدأ تضرب إنتاجك بأربعة لتختصر علم يعني عم تحكي لا يقل عن 20 ألف دولار بالشهر يعني أقل شي إذا مو أكتر فيعني هيك مبالغ ما بتنجا يعني أنا بشكر كتير اللي دعمونا عن طريق منصة باتريون أو بالبدايات عن طريق لانشكود أو غيره وكذا وفي ناس فكروا أنه أوكي ندعمكم خمسة أو عشرة دولار بالشهر ليش ما بتعملونا أغاني أكتر مشكورين أنتوا شكرا للكم دعمكم على رأسنا ونتشكركم كتير وحاسين بحرقة وهذا الشي بساعد طبعا طبعا بساعد بحصة بتسنط جرة مثل ما بيقولوا يعني دول 300 بتجريت استوديو ولا يعني يعني ولا الوهو أو هوستينج ولا الويبسايت ولا مصاريف لتحمي حقوق كل غنية بتدفع خمسة وخمسين دولار لتسجل حقوق وتحميها حقوق محفوظة فهي أحد كمان بيقوسين أحد المشاكل اللي اللي عم نواجهها موضوع القرصة ثقافة أنه أخي نحن مصدر دخلنا الوحيد أنك أنت تتفرج علينا من اليوتيوب شاء الله لا تشاطر تنزل على جهازها وتشوفها أفلاين يعني إلا إذا مثلا عم تحكي أنت حدا بسوريا وفي باقات محدودة وكذا دولة على رأسي وعيني على رأسي وعيني وشكرا لكم بالأساس بالأصل الأسف الشديد كل المشاهدات سوريا صفر دولار شاء الله تجيب مليار مشاهدة من سوريا ما بيجيك عليها إرش لأنه ما لهم داخلين من بمن اتفاقيات وما بيطلع عندهم إعلان نعم 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 فهلنا بسوريا مسامحين أكيد يعني بس أنه بس حدا مثلا عايش ببلد مسام معين ما عليش أدعمنا شوفنا من اليوتيوب لا تنزلها يعني أسهلها هلأ هو فيه تحديات نحن نحاول نحسنها أوكي طب أنا بالطريق بدي حط لأولادي كلا إذا ما بدي استهلك 3G الباقات غالية وكذا فنحن عملنا بتطبيقنا لذلك عملنا التطبيق بنسخته الجديد اللي حنطلق إن شاء الله قريبا وحتكون مدفوعة بدال ما بتدفع اشتراك شهري أنت بتصير فيك تنزل فيديوهات بدون ما تستهلك باقه فهي من ضمن الميزات اللي حنطلقها بتطبيقنا الجديد شيء حلو تير لإضافة لمسلا واحد بده مثلا ميزة صوتية أو بده يعمل stream casting عن طريق Apple Play أو عن طريق Chromecast أو شيء هذو كله من ضمن النسخة الجديدة من التطبيق عم نشتغل عليه كمان نحن نحن يعني نعم نشتغل مع فريق كما مم متفرغ لألنا اللي عم يطورنا الأب يعني زلنا نشوف شركة بتطور أبليكيشن بدي تكلفنا نقل شيء عشرة ألاف دولار وطالع فكمان يعني ضمن التحديات طبعا أنا عم حاول نطلع بالشي اللي نحسن نطلع فيه بإمكانياتنا الحالية أنا بصراحة بتمنى لكم بتمنى لكم يعني بتمنى لكم أنه بدال العشرين ألف يوصلكم تلاتين ألف دولار لأنه هذا المحتوى اللي أنتو عم تقدموه محتوى نضيف محتوى نضيف ما بيتبع على إيديولوجية معينة ما بيتبع على فكر معين وإنما فقط لحتى الشخص يسمع موسيقى محترمة ونفس الوقت لغة عربية صحيحة ونقية من أطفال كمان من أطفال ومن يعني من أطفال هن نفسهم يعني من الأطفال للأطفال القناة مع الأطفال تعود أول جلسة وظبطت وما ظبطت وداخلهم وما عد بدون أو كان موضم أو نعم نعم أو أمهم أتلك بعضهم بنص ساعة لك طلع عندهم فحوصات ما بقى فيهم يطولوا بالستوديو أكتر راحت للأسبوع الجاي للويك اند الجاي لأنه عندهم مدارس يعني كمان أي أحد الأسباب اللي كمان الانتاج يعني دائما في عندك عقبات بس نحن عم نحاول نتجاوزها يعني للناس اللي كتير دائما عم نبعتونا ليش أنتم مقلين مو لأنه نحن بدنا نكون مقلين أو عم ندخل عليكم عم نشتغل بأقصى شي ممكن نعمله ووفق أمكانياتنا الحالية ووفق ظروفنا الحالية الانتاجية أو المادية حتى التفرغية والوقت والفريق والظروف كمان والظروف لعب دور أنا شايف إن شاء الله فيه تحسن شايف الناس اللي عم تشوفنا وكل ماله عم يزيدوا عم نعجبهم وبتالي عم يعلقوا وبتالي كذا بحاجة نوصل لناس أكتر بحاجة للناس عنده وعي أكتر بأهمية الفصحة لأنه إذا ما عندهم هذا الوعي فهنا هيتفرجوا علينا مرة وأنه فيه ناس بعتولنا أنا والله أنا كنت خليت إبني شوفكم لو كنتوا باللبناني أو بالسوري أو كذا بس أنه بالفصحة أنا مالي محتف تخيل لهذه الدرجة مع الأسف مع الأسف يعني فيه ناس ما بيلاقوا الفصحة شغلة مهمة أو تستحق الاحتمام عكس هذا الزلمة ومثل هداك الزلمة ببداياته لما كان شباب واللي هلا عم يقل لي بعد ما صار عمره 60 سنة بحب أختم الحلقة ببداية الشي اللي ذكرنا أنه وكتير العالم بالتعليقات بيجونا أنه ها 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 فصحة شو بدنا فيها صرنا بألمانيا نحنا بقرة صدقا 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 رح يصير فيكم مثل هذا الزلمة لأنه اللي ما له ارتباط بلغته ما له ارتباط بثقافته ما له ارتباط بأي شي بيختار بجزوره نعم وبعدين آخر شي ما رح يتقبله كما أنت مية بالمية قد ما تنازلت أنا أنا بتشكرك كتير وبي على صراحتك وعلى انفتاحك وعلى عفويتك كمان يعني لأنه أنت قلت لي كلمة كتير حلوة أنه أنا الولد اللي جواتي ما مات وكرمال هيك أنا عم بعمل كرمال هيك أنا عم بعمل هذا الشغل على قناة كرزا وبتمنى أنا من قلبي أنه هذا الولد اللي جواتك لا يكبر ولا يموت يظلك تماما هيك مثل ما هو كرمال القناة ظلها هيك حلوة ومزهرة ومزدهرة بنهاية الحلقة بحب أسأل أنا ضيوفي دائما ثلاث أسئلة السؤال الأول بيقول شلوم توصف حالك بخمس صفات وبي خمس صفات خمس كلمات كيف توصف حالك عنيد أي واحد لو ما كنت عنيد ما كنا كملنا عنجد حالة وزيادة عن لزوم أحيانا لأنه لو بدك تكون زلمة براغماتي واحد زائد واحد ساواتنين ما لازم تكمل ثلاثة متفائل أربعة متفائل بنشقين بالمشروع أو متفائل بالناس بالجيل بالمجتمع بالأجيال الجديدة يعني نحن تعويننا طلعنا من البلد وما بديوا فقدنا السقة بس أملنا بالأجيال الجديدة كثير عندي سقة وتفائل كثير كبير بهذه الأجيال الجديدة بالتفائل بالمشاريع اللي بتشبه مشاريعنا وكتير كتراني الحمد لله بهذه الأيامات ما في إلا بتدرى مبادرات ومشاريع وكذا هذا بيعمل شكولاتة هذا بيعمل ندرشي وهذا يعني وبتسمع قصص وكذا حلو هذا الحكي كتير حلو ويربوا أولادهم أنه شوفوا هالطموح والمسابرة رقم أربعة مزاجي مزاجي جدا والشغلة الخامسة أنه ما أعرف أفاجأت في السؤال خلينا نقول خلينا نقول مشتهد إن شاء الله 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 هيكي إن شاء الله يكون فعلا مشتهد وأنه أحيانا برخي بدانا شوي مع كتب الضغوطات العائلية والحياتية إن شاء الله إن شاء الله نكمل على نهج الاجتهاد شو بتحب تقول لأبي لأبي الولد الصغير يلي كان بعمره العشرة سنين عم يحاول يقلب الكاسيت ويحط الألم بقلب الكاسيت ويفتله حتى يقدر يشغله ويسجل عليه شو بتحب تقوله لأبي اللي عمره عشرة سنين بتحب تعطي نصيحة بتحب بتقوله شي معين تحب تشكره تحب تقوله أي شي والله يا الله زيادة وبين المزاجي شوف إذا بدني أحكي من مطلق براغماتي بقوله يا ولاد بلالك هالفوتة كلها كنت فوت الدكتور وبلالك بس لأ لو نحكي نحكي واقعيا أنا جدا مبسوط ومسرور مشروع كرزة من المشاريع يسموها بالإنجليز بحسسك بالشعور من أنك أنت تمتلق عاطفيا وروحيا ومبسوط أنت تملأ حياتك بشي بمعنى بمفهوم بقصد بهدف بشي فبقل له أنا بعطي نصيحة حالي لأكتر لوقتها أنه لو وكذت على حالي أكتر أكتر بجوز نوع من الجلد الزات بالصوت وإلا فيديو جيمز يمكن كان يعني كان شوي أحسن الوضع وبوجه له نصيحة أنه شو اسمه يعني لو فيني أرجع بالزمن ودارك كل الأخطاء اللي وقعد فيها واختصر على حالي مسافات أكيد بعملها بس بهذا الشي غير متاح أبدا وهي الأخطاء جزء مني اللي صقلتني وعملتني اللي عليه فنوعا ما وسط ما بين أنا متأقلم ومتصالح مع نفسي بشكلي الحالي ما بين أحيانا بيجيني حالات ندام بشغلات كان ممكن يكون أحسن فيها أو يعني أنا من الناس بس كمان يعني هاي خبرات الحياتية اللي اكتسبتها وسرعة البديها وكذا شوي ساهمت الفيديو جيمز بالتحسينها ويعني لا ت قليك مكمل وكمل يعني أي زي بدي صح حاليا خلاصة تمام الجملة اللي الجملة اللي أنت سمعتها قريتها أو أنت نفسك قلفتها بتقولها لحالك ووقت الدنيا بتضلم ووقت الدنيا بتضلم أصدي فيها وقت تكون كتير مضغوط كتير تعبان وشايف بس سواد قدامك شو بتحب تقول لحالك بهذه الأوقات أكيد في عندك جملة حط رأسك وناو حط رأسك وناو الجد أنا عندي عادة لما بكون كتير مضغوط بنام وعندي شغلة ما بعرف إذا هي ميزة ولا مو ميزة لما بنام بيصفر العداد برجع بمزاج عالي بنسى مع أنه بجوز برجع بنص نهار برجع بتذكر أنه أنا مضغوط أو هي القصة ما نحليت بس عندي ميزة أنه أنا بصفر يعني بنام وحتى بصفر حتى يعني سياسة صفر مشاكل حتى إذا في حدا مددايق أو زعلان منه قبل ما نام خلص ما سامح يعني ما بيحمل بقلبي على حدا بنهاية الحلقة بحب أنا أعطي الموبال السحري لضيوفي الموبال السحري هذا يا سيدي ملا أنت فيك تبعث من خلاله رسالة SMS لكل شخص موجود على هاي الكرة الأرضية بغض النظر عن لونه عن دينه عن شكله عن عرقه عن لغته هاي الرسالة لح توصل ويقراها كل الناس بسطر واحد شو بتحب تبعث شو هي رسالتك للبشرية أعطونا الطفولة بتمنى بتمنى أنه قناة كرزة ضلت أعطينا الطفولة وضلت تمتعنا بالمحتوى اللطيف والمحترم والهادف وإنت وإنت كمان يا أبي كمان ضل الطفل اللي بداخلك موجود كرمال تضل قناة كرزة من القنوات اللطيفة واللي دائما بتعطينا الشيء اللطيف والجميل بتشكرك من كل قلبي وشكرا على قبولك الدعوة وعلى وقتك شكرا لك عامر وشكرا لكل المستمعين اللي استحملوني كل هالفترة وأنا عم قرر كتير ميت أهلا وسهلا وبتمنى أن تكون الحلقة عاش بتكون وإن شاء الله بضلكم بخير وهلا بالكون سلام سلام اشتركوا في القناة